إعطاء صلاحية للسماعة وسوف تقترن مع الهاتف بشكل عادي إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني مرحبا بكم معي في فيديو جديد في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بحل مشكلة عدم اتصال السماعات مع الهاتف عندما تشتري سماعة جديدة وتريد توصيلها مع الهاتف لا تقترن هذه السماعة مع الهاتف أو قد تكون سماعة سبقوان قمت بتوصيلها مع الهاتف لكن فجأة لم تعد هذه السماعة تتصل مع الهاتف ما هو المشكلة أو كيفية الحل لهذه المشكلة طبعا المشكلة جد سهلة إخواني الكرام ما عليك فقط هو تتبع هذه الخطوات التي سوف أشرح في الفيديو وسوف يكون الحل إن شاء الله سهل جدا أولا لنفترض أن هذه سماعة جديدة أول مرة سوف أقترنها مع هذا الهاتف نذهب مباشرة إلى خاصية البلوتوت ونقوم بتفعيل هذه الخاصية والذهاب إلى إعدادة البلوتوت وأقوم بفتح هذه السماعة فبالمناسبة هذه السماعة فهي سماعة أصلية ولكن السماعات الكوبي أو السماعات النصخ المقلدة من السماعات فتتبع نفس طريقة التشغيل ما عليك فقط وتطبيق هذه العمليات وسوف تنجح معك أخي الكريم أولا نقوم بفتح هذه العلبة على هذا الشكل ونتظر أن يتم الاقتران أو ظهور اسم السماعة على الهاتف كما تشاهدون لا يظهر هذا الاسم أو لا تظهر السماعة على الهاتف اسم السماعة على الهاتف كما تشاهدون رغم أن عملية البحث بالنسبة للعلبة أو للسماعات فهي جارية ولكن على الهاتف لا يظهر هذا الاسم ماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة؟ سوف تجد في سماعتك أو في علبتك زر في الأسفل إخواني الكرام على هذا الشكل تقوم بالضغط على هذا الزر ضغطة مطولة حتى يظهر لك ضوء أو يتغير ذلك الضوء على سماعتك قد يكون الضوء هنا وقد يكون فيه في هذا الاتجاه مع لك فقط وملاحظة تغير ذلك الضوء وإن لم تكن هناك أضواء مع لك فقط والضغط ضغطة واحدة مطولة حتى يظهر اسم سماعتك على الهاتف كما سوف تشاهدون إخواني الكرام سوف أقوم بالضغط الآن ضغطة مطولة ولاحظوا الضوء على السماعة فهو يشير باللون الأخضر سوف أقوم الآن بالضغط قد تغير اللون ومباشرة انبتقت السماعة في هذه الحالة ظهرت السماعة ولكن يجب علي السماح للسماعة أو إعطاء الصلاحية للسماعة في بعض الهواتف تعطيك على سبيل المثال الهواتف الأندرويد تعطيك أوترزي أو السماح لهذا الجهاز لاتصال مع الهاتفك كما عليك فقط وإعطاء الصلاحية على هذا الشكل ولاحظوا الضوء في السماعة قد تغير اللونه وظهرت العلبة مع السماعات على الهاتف طبعا هذا هو الحل إخواني الكرام بالنسبة لهذه السماعات وقد ينطبق على جميع الهواتف إخواني الكرام وسوف أقوم الآن بشرحها على هواتف الأندرويد بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون هواتف الأيو اس على سبيل المثال سوف أجلب هاتفا من نوع أندرويد وأقومه بإلغاء خاصية البلوتوث على هذا الهاتف لنفترض أن هذا الجهاز الذي يعمل بنظام الأندرويد لا يظهر سماعاتك أخي الكريم معركة فقط والذهاب إلى إعدادات البلوتوث وتفعيل الخاصية وفتح علبة السماعات على هذا الشكل على هذا الشكل كما تشاهدون ظهرت لي الأجهزة التي بالقرب من الهاتف ولكن مع الأسف لا تظهر لي هذه العلبة أو هذه السماعات سوف أقوم بإعادة الفتح كما تشاهدون فهي لا تظهر على الهاتف الهاتف الأندرويد ما علي فقط وضغط على هذا الزير ضغطة مطولة كما تشاهدون إخواني الكرام حتى يتغير اللون طبعا أضع الهاتف على خاصية البحث وكما تشاهدون ظهر اسم السماعات ياسين ايربوت كما تشاهدون فهذه السماعات تحت اسم كما تشاهدون ما عليك فقط وإعطاء صلاحية للسماعات وسوف تقترن مع الهاتف بشكل عادي إخواني الكرام إلى هنا قد حضرنا إلى ختم هذا الفيديو وحل للمشكلة لعدم ظهور السماعات على الهاتف طريقة جد سهلة إخواني الكرام ما عليك فقط وضغط على هذا الزير وتقترن سماعاتك مع الهاتف شكرا جزيلا للمشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله إخواني الكرام